ولكن هناك قتل مدنيين في هذا القصف وهناك تحذير الجانب الأوكراني بأيضا خروج المدنيين من بعض المناطق في خيرسون هل هذا يشير بالفعل هذا القوات الأوكرانية لهم قدرة على شن عملية عسكرية برية أو حتى صاروخية لنقل ضربات صاروخية تجاه خيرسون إلى ماذا يشير ذلك من ناحية العسكرية المفهوم العسكري اليوم لمنطقة الآن مسيطرة عليها من قبل القوات الروسية وأيضا تعود القوات الأوكرانية لتستهدفها وتضربها مرة أخرى يعني تبقى هذه الحالة تتبع لنوعية وعمق التدريب والتمكن من تدريب القوات الخاصة بهكذا عمليات لكن يعني لا يمنع على الإطلاق أن من استطاع أن يخترق بصوارخه يستطيع أن يعني بعد مراقبة العدو بشكل دقيق استثمار فرصة معينة لضرب أو لزج أرتال وإن لم يكن يعني لن تكن النتيجة هي تحرير خيرسون طيب لكن على الأقل كسر هذا الانتصار وإفقاد طعمته أقدر خسائر في الأرواح يعني ذاته ترجمة نانسي قنقر